ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا أو القطاعة اللي تقدري ان انت تقطيع عليها الخضار أو الفكهة أو تقدر ان انت تقطيع عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف أنواع سلطات بكل سهولة وهنا هنشوف عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتي على جدار الحمام بكل سهولة من خلال أداة التثبيت اللي بتيجي معاه وبعد كده تقدر ان انت تنظمي بيه الشمبوهات أو الكريمات أو العطور بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل أو أداة تثبيت طريقة تثبيتها على الجدار سهلة جدا والأداة دي بيجي متثبت عليها كذا شماعة طبعا تقدر ان انت تثبيتها عندك في المطبخ وتنظم عليها أدوات ولوازم المطبخ وتقدر ان انت تنظم عليها أي حاجة انت عاوزها وتثبيتها عندك في أي مكان في البيت بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الأرضيات أو استجاج أو مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر يتقشاطي كل المية والصابون من خلال القشاطة اللي بتكون موجودة في الفرشة دي وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للبيت وهو بيجي عبارة عن دورين بياخد معاك تقريبا حوالي 60 بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة أو برا التلاجة وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبيتها على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظمي عليه الشماعات قبل المشابك هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مقشرة ومبشرة في نفس الوقت تقدر ان انت تقشري بيها مختلف أنواع الخضار وكمان تقدر ان انت تبشري من خلالها الخضار بشكل متساوي زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبيتها على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحطي فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مقعد تقدر ان انت تثبيتها عندك على كرسي الحمام والمقعد ده بيكون خاص بستيدات وخصوصا الحوامل بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على فتح مختلف العبوات بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة التثبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظم بيه مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك وغير كده تقدر ان انت تنظم عليه بعض الادوات زي الليفة او الفرشة مجموعة هيلة جدا ومتميزة من الادوات المنزلية الحديثة اللي بتساعدنا في شغل البيت واللي ما فيش اي ست بيت تقدر ان هي تستغنى عنها وتقدر ان انت تحصلي على كل الادوات دي بكل سهولة وبكذا طريقة معتمدة هيتم شرحها في نهاية الفيديو ده ولو عندك اي استفسار عن اي منتج معانا في الفيديو ده بتقدر ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ولو انت اول مرة بتشوفي قناتي وبتابع فيديوهاتي اتمنى انك تداميني وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك ولو عاوزة يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة فعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى نكمل الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف نتعرف على باقي الادوات والمنتجات اللي معانا في الفيديو ده بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للهدوم تقدر ان انت تثبتيها عندك في الدلاب فوق بعض بالشكل ده والمنظمات دي بتيجي متقسمة كده الاجزاء الصغيرة تقدر ان انت تنظم فيها الشربات او الملابس الداخلية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تنظم بيها الماكارونا او الرزد او مختلف انواع البوكاليات وطريقة استخدامها سهلة جدا وطبعا تقدر ان انت تثبتيها على رخامة المطبخ او في دلاب المطبخ هنا عندنا مصطفة تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها وتقدر ان انت تستخدميها لتصفية الفكهة او الخضار او الفراخ او اللحمة واهم حاجة في المصطفة دي انها مصنوعة من السيليكون وما بتاخدش مكان عندك في المطبخ خالص وهنا هنشوف مع بعض عندنا رفة تقدر ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظمي عليه الشمعات او المشابك بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الحصيرة المصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تصفى عليها الاطباق ومختلف ادوات المطبخ بعد ما تخسليها وهي طبعا بيكون عندها كدرة عالية جدا في امتصاص اي سوائل وهنا هنشوف مع بعض عندنا مكنة الخياطة حجمها بيكون صغير واستخدامها بيكون سهل جدا تقدر ان انت تقياطي بيها كل انواع الهدوم اللي بتبقى محتاجة خياطة عندك بكل سهولة والنتائج بتاعتها الحقيقة مبهرة جدا زيها زي مكنة الخياطة العادية بالزبط بعد كده هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدك ان انت تعملي من خلالها كرات اللحمة بشكل متساوي وبطريقة سهلة وسريعة جدا هنا هنشوف عندنا الطبق الجميل ده اللي بييجي معاه مصفة تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة طبعا تقدر ان انت تستخدمي المصفة في تصفية الخضار او الفكهة او المكارونة او اللحوم والطبق تقدر ان انت تقدمي بيه مختلف الاكلات او الخضار او الفكهة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي بيه السوسات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزاها وطبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الرخامة او فضلاب المطبخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوه الشنطة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للمكسرات تقدر ان انت تنظمي ويتقدمي من خلاله 6 انواع من المكسرات زي اللب والحلويات والشوكولاتات او مختلف انواع المكسرات اللي بتبقى موجودة عندك وبيجي فيه جزء كده تقدر ان انت تثبتي عليه الموبايل بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني الحديثة اللي تقدر ان انت تخسلي بيها الشربات او الملابس الداخلية او هدوم الاطفال او مختلف الهدوم اللي بتكون عندك وطبعا هي بتوسع معاك العشرة لتر من المية وغير كده الغسالة دي بتحتوي على مجفف بيساعدك ان انت تجفي في كل الهدوم اللي انت غسلتيها واهم حاجة في الغسالة دي انها مش بتاخد عندك مساحة خالص في البيت بعد كده هنا عندنا الاداة اللي بتساعدك على ازالة البزور من مختلف انواع الخضار والفاكهة زي الزتون كده لو انت حابة تخليلي الزتون او تفروميه تقدر ان انت تشيلي منه البزور دي بكل سهولة بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا مجموعة من ادوات حفظ اكياس البوكليات او التوابل وزي ما انت شايفة كده معايا تقدر ان انت تستخدمي من خلالها اكياس التوابل او البوكليات دي بطريقة سهلة ومناسبة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا البسكت دي تقدر ان انت تستخدميها في الحمام او في المطبخ او في الصالة عندك وهي بيجي فيها درج صغير كده تقدر ان انت تنظمي فيه اكياس الكمامة وهنا هنشوف مع بعض عندنا المقشرة الجميلة دي تقدر ان انت تستخدميها في تأشير الخضار او الفاكهة واهم حاجة في المقشرة دي ان بيكون فيها جزء بيتجمع فيه كل القشر اللي انت قشرتيه بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي الصوسات او الشوك او السكاكين وكمان تقدر ان انت تنظمي فيه ستة انواع من التوابل اللي تستخدميها ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر انك تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات هو طبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما ازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها هو عاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسيبكم في رعاية الليل